الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة الكرار نحاول إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة أن تكلموا على بعض الأمور التي تساعدوا على الاستمرار في الطاحة أن النفوس يعني كتكل وكتمل أحيانا ولكن لا بد وأن نحرس على الاستمرار في طاعة الله تعالى وأن يكون لنا نفس عميق حتى نبقى دائما في التقرب إلى الله عز وجل وفي الاستمرار في هذا الطريق طريق الله عز وجل قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أحبة الكرام من الأمور المساعدة على الاستمرار في طاعة الله وفي طريق الله تعالى أول شيء والمحاسمة الإنسان من نقل مع فباس مرة في الأسبوع مرة في الشهر مرة في العام يحسب نفسه نشوف كيف حاله مع الله تعالى ولذلك رمضان هو محطة إيمانية نتزود بها هو شهره أنا نسميه شهره التحلية والتخلية نتخلى على بعض الممارسات ونتحلى بفضائل الأعمال وفضائل العبادات لذلك الحباب ديالنا أول شيء يخص نحرص عليه والمحاسبة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وعمر بن الخطاب كانت يقول الكيس يعني الدكي الفطن الكيس من زان نفسه وعمل لما بعد الموت فلابد من المحاسبة للحباب ديالنا كي تلقى إنسان في المقاولة أو في المحل التجاري كي دي الوحد جرد سنوي للمدخول وكل ما يتعلقوا بتجارة دياله وهكذا الحباب ديالنا لابد أن يكون لنا حساب مع أنفسنا وعادواتنا حتى ننقى الله تعالى يعني في أحسن حال هذا أول أمر الثاني أمر الحباب ديالنا هو مسألة الرفقة الإنسان يقلب على الرفقة الحسنة والرفقة الصالحة لقول الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجاه خير الخلاني من إذا نسيت الله ذكرك منك تنسى الله كي ذكرك بالله تعالى وإذا ذكرت الله أعانك أي أعانك عن استمرار في طاعة الله ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كان منك يشوفوا واحد تخلف على شيء صلاة صلاة الجماعة كان كي بشوف زوره يقولوا ربما رأهم ريد شوف الصحابة كي باش كان هذا المعيار عندهم وأنهم كانوا يعني كذكروا بعدياتهم بالله عز وجل ولانا يعني في الصحابة يعني خير أسوة في هذا المجال كذلك الحباب دينا الحفاظ على الصلاوات الخمس الإنسان يحافظ على أنه يصلي الصلاوات الخمس يحتاج إلى المرقش يصلي الله في المشيد على الأقل يصليها في وقته ويصليها يعني بالطريقة اللي أمر الله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وقوموا لله قانتين الحباب دينا الصلاة رأي أول ما يحاسب عليه لعبد يوم القيامة رقل ناشع مرة فإن صالوحت صالوح سائر عملي وإن فسودت فسدى سائر عملي فالحفظوا على الصلاوات الخمس صلى الله جزيكم بخير خاصة الآن الحمد لله لكن الضرف يدي الحجر الصعي ممكن إنسان الحمد لله حتى المكلة ممكن يصليه في المشيد إسلام مع مع الزوجة ديانه مع ولداته ومع من يعيش معهم في البيت كذلك الحباب دينا الذكر الذكر كذلك من الأمور التي تساعد على الاستمرار في طاعة الله والذكر يعني فيه أنواع فيه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له المكر وله الحمد وعلى كل شرق قدير الصلاة على سيدنا محمد الاستغفار يعني أدعية كثيرة وذكر كثيرة حتى أنه الدين ديانه ونبيديانه عليه الصلاة والسلام يعني يعلمنا أن نقوله الأدعية يعني في كل حال وعلى كل حال يعني من يدخلوا البيت يخرجوا من البيت بغيرك في السيارة نزل من السيارة من يغدير العمل جيم العمل دائما يعني أنك تكون محصنا أولا من يك تقول الله تعالى أنت أولا محصن أنك تقول الأدعية لك تحصنك وفي المسل الوقت تزيد في رصيد حسناتك تزيد في رصيد حسناتك وسيد الأدعية وسيد الاستغفار هو قولنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنات أبوء لك بنعمتك علي أعترف بنعمك يا الله علي وأبوء بذنبي أعترف بتقصيري وبذنبي وبعسياري وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت هالدعاء الحباب يعني من السنة أن ننقره في الصباح ونقره في الليل يعني نبعني صلصة المصطنع عليه فنكتر منه ونكتر من أدعيتي الأخرى حتى تبقى العلاقة بيننا ومبين الله عز وجل علاقة قوية إن شاء الله كذلك آخر هذه النصائح اللي تساعد على الاستمرار في طريق الله تعالى وتذكر يوم البعث الإنسان مرة مرة تذكر واحد لحظة غير يموت ويودع الدنيا ويسيدخل إلى حفرة وسيكون تحت ظلمه تحت وحشه تحت وحده لا أحد معه إلا عمله الصالح هاد اللحظة لكتخليني حتى إلا فترت حتى لضعافيت حتى لشوي النفس لكتضعاف كنحاول نقويل المعنويات الانتاعي بكر الصمر في طريق الله تعالى لأنه في تلك اللحظة أخي الكريم ستلفعك تلك الرعكاعات التي قمتها في الليل تلك الصدقات التي تصدقتها على الفقراء المحتاجين تلك الابتسابة التي تبتسمتها في وجه أخيك صدقة تلك العمال الصالحة يعني بزيارة المريض اتباع الجنائز تكافر تضامر خاصة وإذا كانت تكلموا على الموضوع هذا كنعيشوا في ظل جائحة ذي الكورونا فلابدو أنه عليا مستوى تضامر الحباب دينا رهات شي ولا أغنقوا عند الله عز وجل ونحكلك موحدة قصة وقعت لمن سبقنا بني إسرائيل كان واحد الرجل ماعمل حتى حسنا في حياته وانه فمني بقرر بيموت جمع ولداته وقال لي أي بني يا ولداتي أنا راني مسلف الناس شي باركة الفلوس مسلف لفلان فاللي أعطاكم هذك الفلوس اللي كانت سألو أخوذوه منه واللي ما أعطاكم ش أمهله سافي خليوه سمحولي فمات فمني مات جاءت ملائكة العذاب واقتنصته وصارت بي إلى جهنم فتدخلتي العناية الربانية المولوية أين أنتم سائلون بيا عبدي قالوا يا ربي هذا الحسنة وحدة ما غا تشفعش لي والله تعالى أعلموا بها قالوا بشنا يا قالوا يا رب هذا قد رحم إبادي فكيف بي لا أرحمه من يرحم إبادي خذوه إلى الجنة فكان من أهل الجنة الحباب دينا رب كلمة طيبة يعني فعلت يعني الفعل طيبة والتمر طيبة الحمد لله قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بأدنى ربها أسأل العلي القدير أن يجعل كلمتي وكلمتهم كلمة سواء وكلمة طيبة مباركة يعني ميمونة وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في أعمالنا وفي كل خطواتنا حتى ننال السواب العظيم وأن نستمر على طريق الله عز وجل فأن الله عز وجل تقول في كتابي الحكيم ونختم في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم فيما تبقى من شهر رمضان العظيم وأن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار ربي يغفر ورحم وجد وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت لا أزل أكرم وأنت تعلم ولا نعلم وأنت تعلم الغيوب اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفاف وعفو عنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملائل أعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة